لم تعد الرفاهية المقترنة بالسيارات مقتصرة على نوعها وشكلها وحجمها أو الشركة المصنعة لها والأسماء الرنانة بهذا العالم المليء بالتطور فقد أصبح تصفح سيارات المدنية جزءاً من مزايا السيارات الفاخرة في عالم تجتاحه التحديات بشكل غير معتاد فما هي السيارات المصفحة وما هي مراحل إنتاجها وتكاليفها الباهظة وما الفرق بين المصفحة المدنية عن العسكرية السيارة المصفحة من نوع السيارات التي يتم فيها استبدال الزجاج العادي بزجاج مضاد للرصاص وتركيب طبقات من درع صفحي ضمن جسم المركبة وعلى عكس السيارات المصفحة العسكرية فإنه لا تضاف دروع مركبة على خارج المركبة فسيارات المصفحة المدنية تبدو مشابهة لغيرها من السيارات المدنية على الرغم من كونها مصفحة أيضاً تقنيات تصنيع السيارات المصفحة اليوم لدراجة كبيرة من التقدم والتطور التكنولوجي في مسعاً لتلبية الطلب المستمر على أحدث تقنيات الحماية والتأمين فسابقاً كان يكفي لاعتبار السيارة مصفحة أن يتم إضافة طبقات إضافية من السلب وتصفيح الزجاج أما اليوم فأصبحت السيارات المصفحة تتميز بالتأمين الكامل والسرعة والمناورة خاصة مع سعي أشخاص كثر إلى تأمين أنفسهم من التهديدات والاستهدافات وبالنظر إلى تكلفة صناعة السيارات المصفحة اليوم فقد بات بالمليارات سنوياً تتنافس فيه شركات قليلة محكومة برقابة حكومية خاصة بهدف تقديم أقوى درجات التصفيح للسيارات فغالبية سيارات المصنعة الموجودة بهذا السوق الغامض يتم تصفيحها في خطوط إنتاج من قبل شركات متخصصة ليس لها علاقة بالشركة الأصلية المصنعة للسيارات ذاتها تمر سيارات المصفحة بمراحل عدة للتصنيع قبل خروجها للعميل بشكلها النهائي بدءاً من اختيار السيارة التي يفضل أن يكون محركها قوياً وثقيل الوزن تسمح بإضافة التصفيحات دون التأثير على ثباتها في الطريق ففي المتوسط تحصل سيارة على وزن إضافي بنحو ألف كيلوغرام بعد التصفيح وقد تمتد عملية التصفيح إلى أكثر من ثلاثة أشهر من العمل المتواصل بحسب مستوى التصفيح وفي بعض الأحيان يصل سعر تصفيح السيارة ضعف أو حتى أكثر من سعر السيارة ذاتها الخطوة الأولى من التصفيح تتمثل بتفريغ السيارة من محتوياتها الداخلية وتهيئتها لعمليات التصفيح أما المرحلة الثانية فهي تركيب المكونات اللازمة لجسم السيارة بعملية تقنية شديدة التعقيد نتيجة استخدام الزجاج المقاوم للرصاص وطبقات الفولاذ التي تعزز قوة الأبواب وقدرتها على صد الرصاص والمقذوفات ووضع الدرع السفلي في قاعدة السيارة المسؤول عن حمايتها ضد الألغام والعبوات الناسفة وحتى القنابل اليدوية بالإضافة إلى تصفيح سقف السيارة والمقاعد الخلفية لصد الهجمات القادمة من الأعلى أو من خلف السيارة ومن ثم تغليف سطح السيارة الخارجي بغلاف مقاوم للحرارة والشرارة وفي بعض الأحيان يتم إضافة وسائل حماية اختيارية كتزويد السيارة المصفحة بوسائل دفاعية لرد الهجوم والتعامل مع من يحاول اختطاف طاقم الركاب أو التسبب بضرار لهم أما أكثر وسائل صد الهجمات في السيارات المصفحة فهي التصويب بالأسلحة من داخل السيارة عبر فتحات معينة أو زجاج يتيح إطلاق الرصاص من الداخل وإطلاق صحب الدخان واستخدام مقابض كهربائية تصعق كل من يحاول اقتحام السيارة تعد منطقة الشرق الأوسط الأكثر استعانة بالسيارات المصفحة لما تشهد بشكل مستمر من عدم استقرار أمني حيث يتهافت على شرائها ساسة الدول ورجال الأعمال والمشاهير وأعضاء البعثات الدبلوماسية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى أما الولايات المتحدة فتعد الدولة الرائدة في مجال تصنيع السيارة المصفحة على اختلاف أنواعها والتي يتم بيعها بشكل رسمي لأكثر من خمسين دولة الأمر الذي يجعلها الدولة الأكثر تصديراً لهذا النوع من السيارات على مستوى العالم